بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أساد المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأتمنى أنه ربنا يغدرنا على نؤدي طاعاتنا في شهر رمضان الكريم ويعيده الله علينا باليمن والبركات هنكون معكم أنا عثمان المصري المدرب عثمان المصري في كبسولة صغيرة في أثناء شهر رمضان عدة حلقات إن شاء الله نتكلم فيها عن إدارة الزاد ولماذا إدارة الزاد لأنه نحن عبارة عن كيان هذا الكيان موجود ولكن في تخبطات كثيرة جدا جدا معظم الناس الآن يتحدثون يتحدثون مع بعض يقول لك أنا والله ما مرتاح أنا اتخذت غرارات أنا ما مرتاح في حياتي أنا ما قادر اتخذ غرار وكل الكلام ده لأنه عندنا إشكالية حقيقية في إدارة ذاتنا شهر رمضان شهر يسمو بالنفس لأنه الزاد نفسها تتكون من واحد من مكوناتها هي الروح ودل بخليه أنه نحن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخير غرن خير القرون غرني هذا والذي يليه فيما معنى الحديث لأنه كانت كل العبادات مرتبطة بالوحي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي والوحي يخاطب الوحي يخاطب الروح لذلك تسمو الروح في تلك الفترة وكل ما بعيدنا عن فترة من الفترات بتاعة النبوة التابعين كل ما بعيدنا واصبحت المدة طويلة فأصبحت الروح الآن اللي هي جزء أصيل في الزات وتمثل الزات الحقيقية أصبحت محاطة بسياج ثقافي محاطة بسياج فكري فمفروض نحن نعرف نتعامل مع هذا السياج بالضبط كذا ما هي الزات الزات لو سألنا ما هي الزات الزات هي ليس الجزء المعني بما تفعل وليس الجزء المعني بما تملك وليس الجزء المعني بمهاراتك في الاتصال مع الآخرين لأن هناك مكون أعمغ من كل هذه الأشياء هناك مكون هو الذي زي العربية كأننا نحن الآن أنت راكب في سيارة هذه السيارة أنت قاعد في كرسي مريح وتسير بك أو المكيف ضارفك لكن في الحقيقة داخل هناك في تحت في مكانة هذه المكانة فيها حركة وفيها نار مولعة فيها أشياء كثيرة جدا أنت ما ظهر عليك في العيال هذه الروح بنفس الطريقة الآن أو هذه الزات بنفس الطريقة يصهر فيها الشيء الظاهر لنا نحن ولكن ما تحت السطح أكبر وأعمق وكل ما نحن كنا أقرب لما تحت السطح كل ما كنا نحن في حالة من الزات الحقيقية أو أغرب إلى الزات الحقيقية وكنا نتميز بأنه نحن تصرفاتنا وكل ما نقوم به أقرب لتحقيق النجاح والرضى النفسي يعني ما دا لنحقق فقط نجاحات أنت ممكن تكون ناجح وممكن تكون مشهور وسمعنا بناجحين ومشهورين ولكن في نهاية الأمر انتحروا ليه؟ لأنه ما حقق ليهن أو اكتشفوا أنه ما هذا الذي يزعو إليه نحن نسمو إلى أنه نصل لأشياء سامية جدا جدا وهذا ما توفره لنا ما توفره لنا الغرب من الروح لكن الزات بصفة عامة نقدر نقول إنها اللي نحن الزات الزهرى لنا اللي نحن نتصرف من منطلغة هي الزات اللي نحن نقول نقدر نقول إنه كأنه تسمو أو يعني تحقق ما تصدقه يعني الآن لو أنت مصدق إنك تستاهل إنك تكون عندك مال فالزات تحقق لك بإذن ربنا سبحانه وتعالى لأنك ستشوف الفرص المناسبة التي تقدر تحصل فيها مال الإنسان لا يولد غنيا ولا يولد فقيرا ولا يولد يولد شان طبيعي نتشابه كلنا في نفس الدرجة من المحيط والبيئة ولكن تفكيرنا ولكن ثغافتنا تجعلنا التي نؤمن بها تجعلنا نسير في اتجاه معين لذا الخلاء إنه في بعض الناس يكونوا أغنياء وبعض الناس يكونوا فقراء ولكن كل من العمل أنت تغوم به من أفكارك من ثغافتك فيجب إنك أنت من الليلة واللي قدام تكون ماشي في اتجاه تحقق أهدافك لكن أي أهداف هي الأهداف التي تشبه الروح السامية إذن نحن نقدر نقول إنه في ذات سامية ونقدر في ذات الآن نتعامل بها نحن عايزين من خلال الذات التي نتعامل بها نقدر ننزل إلى العمق ونكتشف الذات التي في الأعماق حتى نسمو بها أو نجعلها تتصل بالذات الموجودة أو بأفعالنا أو بثغافتنا الرمضان الكريم شهر رمضان الكريم شهر روحاني لذلك تصرفاتنا نحن في هذا الشهر غالما غالما معظم الناس تصرفاتهم في هذا الشهر لا تجبه التصرفات في بقية الشهور ولا في بقية الأيام لأنه هناك سمو بالروح لأنه إذا كان نحن الآن نهتم بالجسد نهتم بالفكر نحن الآن الفكر اللي عندنا إنه نقرأ عشان ندخل معلومات زيادة ولكن في حلقتنا القادمة إن شاء الله نتكلم بعمق بإذن الله نتكلم بعمق عن الروح ونتكلم بعمق عن كل ما يتعلق بالذات إن شاء الله شكرا جزيلا نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله